مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي يفصلنا عنه شهر تقريبا تعرف أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا رهيبا أسعار تفوق قدرة العائلة المتوسطة لسيما مما لديهم العديد من الأطفال المتمدرسين مختصون نرجع السبب إلى الاعتماد على الاستراض في ظل غياب السلع المحلية هو ارتفاع أدوات المدرسية كما نعرف ويعرف العام الخاص أنه كانت أزمة عالمية ومع أزمة الكوفيد كانت فيها مشكل عالمي ولكن في الجزائر كانت شوية أزمة خصوصية أنه ارتفعوا الأسعار في كل مواد وشنو احنا كانت مشكلة آخر ليهو كانت توقف الاستراض وهذا ليأثر سي البنع للأسعار واللي طلعت في أسعار خيالية والأولياء يراهم في مشكلة كبير بالرغم من تجميد استراض الأدوات المدرسية إلا أن أسعارها لا تزال مرتفعة نظرا لندرتها والاعتماد على ما في الأسواق في من السنوات الماضية والتي تتأثر أيضا بالأزمة العالمية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات منذ أزمة كورونا هذه الأسواق ستعمل على تقليف تلسلة تجارية يعود أنها مرة على تجرب جميلة وتجرب جزء عملي بهوامج ربح هذه الأسواق ستقلص هذه العملية وبالتالي الهوامج الزائدة ستفيد منها المستهلك ويجب هذه المستدامات لأسعار أقل ما هو في أسواق تجيئة وطبيعة الحال ستعود عليه بالفائدة خطة لعائلات لعندها زروف وثلاثة مطلبسة بين غلاء وندرة المواد الأولية للأدوات المدرسية وتوقف الاستراض هل ستنجح الأسواق الرحمة في كسب رهان دخول مدرسي مريح للمواطن البسيط؟